كما أكد عضو فريق الدفاع جنوب أفريقيا أمام محكمة العد الدولية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والقدسة الشرقية هو انتهاك للالتزامات الدولية التي يجب أن تلتزم بها إسرائيل ودعا عضو فريق دفاع جنوب أفريقيا المجتمع الدولي لضرورة إلزام إسرائيل بهذه الالتزامات الجمعية العامة الأمم المتحدة والتوجيهات الصادرة عنها فيما يتعلق بتبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني يتوضح بأن استمرار هذا الاحتلال للأرض الفلسطينية والقدس الشرقية متضمنة أيضا إنما هو انتهاك للالتزامات الدولية التي يجب على دولة إسرائيل أن تلتزم بها إنها مسؤولية دولية الآن أن تلزم إسرائيل بتلك الالتزامات الدولية وفق المعايير المعروفة لدى المحكمة هنا أيضا ترجمة نانسي قنقر